نحو مليوني أرملة عراقية يعانين الأمرين بسبب الإهمال الحكومي وغياب المعين بالتزامن مع احتفاء العالم بيوم الأرامل ضمن حراك دولي هدفه إلى اهتمام خاص بهذه الشريحة من المجتمع ورفع مستوى الوعي بأوضاعهن وهما تجهلت الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم ففي العراق يقدر عدد الأرامل بمليوني امرأة وفق إحصاءات غير رسمية عقب تشكيك منظمات حقوق المرأة بالأرقام التي تصدرها وزارة التخطيط التي عدتها بغير الدقيقة لعدم شمولها زوجات المفقودين والمغيابين رغم تصنيف الأمم المتحدة لهن ضمن الأرامل محامون ومراكز حقوقية أكدوا من جانبهم أن مشكلة الأرامل في العراق تبدو مركبة ومعقدة لأن ما تواجهه الأم من معاناة يواجه أطفالها أضعافها بسبب حرمان أبناء هذه الشريحة من فرص التعليم والمعيشة والصحة النفسية والبدنية مثل أقرانهم موضحين أن وضع الأرامل في البلاد في تدن واضح بسبب انحسار جهود الحكومات بصرف رواتب عانة لهن وهي ضئيلة وربما رمزية لا تكفي للعيش باستقرار بدورها قررت مدرية دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل بأن هناك آلاف المعاملات لنساء فاقدات المعيل بأمس الحاجة إلى راتب الحماية إلا أن التخصيصات المالية خلال الأعوام الأخيرة لم تحمل أي زيادة لغرض شمولهن بالإعانات رغم تأكيد باحثين الشمعيين من أن راتب الحماية الاجتماعية البالغ 325 ألف دينار لا يكفي لأرملة تعيل ثلاثة أطفال وأكثر هذا فضلا عن وجود قرار حكومي نص على إخراج الطفل عند بلوغه 18 عاما من قاعدة البيانات مشكلة الأرامل في العراق تتفاقم يوما بعد آخر لا سيما أن عددهن في تصاعد مستمر بسبب الفوضى الأمنية والسمرار سياسة الإهمال الحكومي لشريحة أصبحت مأساتها منسية في ظل واقع مرير يعكس حقيقة ما يسمى بالعراق الجديد اشتركوا في القناة